السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة أبناء الطلاب درس اليوم سيكون المجسمات للصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الثالث سنبدأ بحل تمارين الكتاب وقبل حل التمارين نتعرف أولا على المجسم المجسم هو شكل يتكون من ثلاثة أبعاد طول وعرض وارتفاع وهو يمثل مجسم له بالداخل فضاء فضاء داخلي مثل الأشكال التالية أحدد اسم كل مجسم مما يأتيه الشكل التالي يحتوي على أوجه الأوجه هذه تمثل مستطيلات ولهذا نطلق على الشكل هذا الأول متوازي مستطيلات إذن الشكل الأول متوازي مستطيلات الثاني يشبه الأول ولكن جميع هذه الأوجه تمثل مربعات إذا كان عندي متوازي مستطيلات والأوجه له تمثل مربعات جميع الأوجه يسمى هذا الشكل مكعب هل بإمكاني أسمي المكعب متوازي مستطيلات؟ نعم لأن كل مربع هو مستطيل ولكن ما نقدر نسمي متوازي مستطيلات مكعب لأن الأوجه اللي فيه ليست مربعات ممكن يكون القاعدتين فقط مربعات والأوجه الجانبية تكون تمثل مستطيلات شكل ثلاثة كرة أحدد اسم كل من المجسمين الآتعين مجسم له وجه دائري واحد المجسم الذي يحتوي على وجه دائري واحد هو المخروط مجسم له وجهان دائريان أصف كل مجسم مستعملا عدد الأوجه عدد الأحرف عدد الرؤوس ما هي الأحرف؟ الأحرف هذه هذا يسمى حرف 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 هذه تسمى كلها حروف كم عدد الأحرف في هذا الشكل؟ في هذا الشكل القاعدة لها أربعة أحرف والأوجه الجانبية تتصل بأربعة أحرف أيضا إذن أولا نشوف عدد الأوجه الأوجه راح نرمز لها بواب اختصار الأحرف ح الرؤوس اختصار عدد الأوجه الجانبية أربعة تمثل مثلثات والقاعدة هذه القاعدة تمثل مربع إذن راح نقول له طبعا عدد الأوجه خمسة خمسة أوجه عدد الأحرف عندي ثمانية أحرف في القاعدة أربعة وتتصل بالأوجه الجانبية أربعة ثمانية أحرف عدد الرؤوس هذه الرؤوس واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خمسة رؤوس طبعا بالنسبة إلى اسم الشكل هو هرم رباعي هذا هرم رباعي في معلومة مهمة بالنسبة إلى الهرم أن عدد الأوجه يساوي عدد الرؤوس دائما سواء كان الهرم ثلاثي أو رباعي أو خماسي أو إلى ما إلى ذلك من الأعداد سبعة الشكل التالي يمثل مكعب مكعب عدد الأوجه في المكعب عندي أربعة في الجوانب والقاعدتين الأعلى والأسفل ستة أوجه عدد الأحرف هذه الأحرف الخطوط هذه عندي أربعة في الأعلى وأربعة في الأسفل والأربعة ألا في الجوانب يكون عندي كم أتناشر حرف عندي بالنسبة إلى الرؤوس واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذن الرؤوس نقول له ثمانية رؤوس هذا بالنسبة إلى المكعب بالنسبة للأسطوانة طبعا هذا تابع إلى سؤال ثمانية تعبأ بعض منتجات النفط فيما يشبه الشكل المجار ما يسم هذا المجسم نقول له أسطوانة إذن اسم هذا الشكل يمثل أسطوانة ننتقل للمجموعة الثانية أتدرب وأحل المسائل أحدد اسم كل مجسم مما يأتي المجسم الأول المخروط الثاني هرام رباعي الشكل الثاني عشر كورة الثالث عشر أسطوانة الشكل الرابع عشر متوازي مستطيلات السؤال الخامس عشر أنا مجسم ليس له أوجه ولا أحرف ولا رؤوس فمن أنا إذن كورة أو الكورة أنا مجسم لي أربعة أوجه على شكل مثلثات ووجه على شكل مربع ولدي ثمانية أحرف وخمسة رؤوس فمن أنا الهرام الرباعي قاعدته مربعة وله أربعة أوجه جانبية على شكل مثلثات ننتقل للمجموعة الأخيرة أصف كل مجسم مستعملا عدد الأوجه الأحرف الرؤوس الوصف في البداية طبعا نقول عدد الأوجه واو واو عدد الأوجه ستة ستة أوجه عدد الأحرف ح اثنى عشرة حرف وعدد الرؤوس وعدد الرؤوس را عدد الرؤوس ثمانية ثمانية رؤوس هذا الشكل يمثل يقول له متوازي مستطيلات الشكل الشكل الثاني استوانة عدد الأوجه في الاستوانة وجهان فقط اثنان عدد الأحرف لا يوجد حروف تمثل من حذات صفر عدد الرؤوس أيضا صفر الشكل التاسع عشر نفس مواصفات متوازن مستطيلات ولكن هذا الشكل مكعب نقول له عدد الرؤوس ثمانية عدد الأوجه ستة عدد الأحرف اثنى عشر بالنسبة للشكل عشرين يمثل كرة عدد الرؤوس صفر عدد الأحرف صفر عدد الأوجه أيضا صفر سؤال واحد وعشرين شكلت قطعة من الصلصال على شكل كرة ثم قسمت نصفين فكم وجها يحوي كل نصف كل نصف له وجه واحد على شكل دائرة قل كل نصف له وجه واحد فقط هذا بالنسبة إلى سؤال واحد وعشرين سؤال اثنين وعشرين قسم مكعب نصفين كما هو موضح في الشكل الأدنى فما اسم المجسم الناتج إذا قسمنا المكعب راح تتكون عندي مستطيلات لهذا راح يكون اسم الشكل نقول لا يتكون عندي متوازي مستطيلات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر